مشاهدين الكرام وللحديث أكثر ينضم معنا مباشرة من بغدادة المحلل السياسي حمزة مصطفى بداية مرحبا بك معنا في نشرة الأخبار يعني غموض يكتنف موضوع التحالفات والتضارف في التصريحات بين مكونات الأحزاب حول تشكيل الحكومة متى نشهد الوضوح التفضل؟ نعم شكرا جزيلا لكم المشاهدين الكرام الحقيقة هذا الأمر يتوقف على القرار الذي ينتظره الجميع الذي يجب أن تصدره المحكمة الاتحادية بعد أن اكتملت كل مراحل العملية الانتخابية الحكومة الحالية أجرت الانتخابات في موعدها المبكر والمفوضية الانتخابات نفذت هذا الإجراء وقدم الطعون إلى الهيئة القضائية في المفوضية والطعون أيضا رد بعضها وبعضها الآخر تم الأخذ به بنسب معينة ومن ثم النتائج النهائية رفعت إلى المحكمة الاتحادية لكن المشكلة التي يلاحظها الجميع أن هناك اختلافات شديدة في وجهات النظر تصل حد التصادم أحياناً بدليل وجود متظاهرين ومعتصمين منذ أكثر من شهرين وهناك فائزون وهناك خاسرون وهناك حراك سياسي أيضاً بين هذين المستويين وبالتالي من الواضح أن الجميع رمى الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية من جهتها وإن تأخرت في إصدار القرار الذي هو بات وقاطع لا تريد أن تكون طرفاً في هذه العملية لكنها مع ذلك أعطت فرص كافية للجميع لكي يتفاهموا ويصلوا إلى حلول وسط في هذا السياق لأن الجميع يعرف أن المحكمة الاتحادية طبقاً للدستور وهمتها المصادقة على النتائج أستاذ حمزة عفواً على المقاطعة هل المحكمة تنتظر التوافقات كيتبت نهائياً وتعلن تصديق أسماء الدورة النيابية مثل ما يشاع في حال قرارها هل يتوقف هذا السجال وتنتهي الأمور؟ لا مهي هنا المشكلة لو المحكمة الاتحادية تعرف أن السياقات الطبيعية ترفع عليها نتائج الانتخابات بشكل طبيعي مثل الدورات الأربع الماضية الدورات الأربع الماضية الجميع يعرف أنها شابها تزوير بعضها تزوير واصع النطاق بعضها أقل قليلاً من سعب من غيرها لكن مع ذلك والجميع يتحدث عن التزوير وأنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية ويلجأ إلى القضاء لكن الجميع عندما تصدر المحكمة الاتحادية قرارة مصادقة يعني يرضى بالنتائج باعتبار أولاً المحكمة الاتحادية قراراتها باتة وقاطعة يمكن الاعتراض عليها نعم سيد حمزة أحبك مرة أخرى يعني هل سيكون هناك حاسم يوم غد برأيك هل سيكون مثلاً إعادة العدوى الفرز لست محافظات كما أشيع أو أرد الدعوة بأكملها يعني من الصعوب يعني أعطاء رأيه بهذا المجال لكن ما هذه ما العدوى الفرز الجزئي أو غيرها هذا أتوقع يعني آراء من أطراف يعني ربما تريد أن تنبه المحكمة الاتحادية أن تلجأ إلى هذا الخيار أو ذاك وبالتالي هذا الأمر يعني لا أتوقع صحيح لأن المحكمة الاتحادية لا تسرب أخبارها أو ما تريد أن تعمله بهذا الطرف أو ذاك كما أن الموضوع رد الدعوة هو الآخر أيضاً مسألة لا أستطيع البت بها لكن كل الذي نعرفه أن الدستور فقط يتيح للمحكمة الاتحادية المصادقة للنتائج إلا إذا كانت هناك خروقات دستورية في هذه الحالة المحكمة الاتحادية تتعامل مع الخروقات الدستورية بمعنى أن الطعون ذاتي قدمت إلى المحكمة الاتحادية إذا بعضها يرقى إلى مستوى الخرق الدستوري عند ذاك ممكن محكمة الاتحادية لا تصادق ممكن يعني الممكن لا تصادق عندما لا تصادق سندخل في فراغ من الذي ماذا بعد عدم المصادقة بردمان لا يوجد بردمان حكومة تصريف أعمال من الذي يقرر الخطوة التالية هل نجري انتخابات من يجريها ومتى تجري هذه الانتخابات ومن أي سياقات هل الإطار يدرك سيد حمزة هل الإطار بدأ يدرك أن الحل هو سياسي وليس للمحكمة الاتحادية أي دور خصوصا أنه يقوم بالتفاهمات والحوارات مع كافة الأطراف السنية والكردية وحتى الشيعية أنت تعلم أن يوم غد سوف يتوجه السيد المالكي إلى أربيل للقاء الحزبين البارتي واليكتي للتفاهم حول تشكيل الحكومة نعم الحوارات موجودة الحراك السياسي لم يتوقف لأن الجميع يعرف بالنتيجة أن الجميع سيصل إلى التوافق وبالتالي لا أحد يريد أن يتراجع عن ما يقوم به الآخرون الفائزون يتحركون وكذلك من يشعر أنه خاسر هو الآخر يتحرك لأنه في النهاية لا يريد أن يخسر الفرصة طالما نحن في حالة التوافق والتوافق بالنتيجة ممكن أن يعوض إذا توجد خسارات في المواقع في النتائج الانتخابات أو في عدد المقاعد ممكن أن أجري تعوضها بطريقة أو بأخرى لذلك كل هذه الخيارات موجودة مع ذلك الاعتصامات في الشارع تعني شيء آخر تعني أن هناك اعتراض وهذا الاعتراض واضح أحد الرسائل التي توجه إلى المحكمة الاتحادية بأنها يجب أن تنظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار وهذا الذي يجعل المعكمة الاتحادية تتأخر كل هذه المدة حتى لا تكون طرف في معادلة قد يدفع سمنها طيب يعني أستاذ حمزة نحن في حال خروج من هذا المطب لربما هناك مطبات أخرى وأكبر من هذا المطب يعني في حال بقاء النتائج حسب المعطيات الحالية برأيكم كم من الوقت كافي لإعلان التشكيلة الحكومية إذا صادقت المحكمة الاتحادية غدا مثلا حسب المعطيات نعم نعم إذا صادقت المحكمة الاتحادية هناك مهلة خمسة عشر يوم يدعو خلال هذه مهلة رئيس الجمهورية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجلسة الأولى للبرلمان كانت في السابق ممكن أن تكون جلسة مفتوحة والتالي قد يتأخر كل شيء شهور مثل ما حصل يمكن عام ٢٠ لكن صدر قرار أعتقد من حكم الاتحادية عدم يعني استورية الجلسة المفتوحة لذلك الجلسة الأولى ستكون هي الأخيرة للبدء بالسياق يعني تكليف الكتلة الأكبر بمعنى تشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي الكتلة الأكبر يجب أن ترشح رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المرشح أمامه أو المكلف أمامه مهلة شهر فلدينا ١١١ يوم إذا المحكمة أصدر قرارها غدا وبعد ١١١ يوم شهر وبعد الشهر إذا لم يستطع المكلف تشكيل حكومته وهو سيستطيع لأنه طالما توافق بالنتيجة بالربع ساعة إذا ماكوا توافق أستاذ حمزة إذا ما توافقوا داخل مجلس النواب عفواً على المقاطعة شنو الإجراء المتخذ يعني بعد انتهاء المدة القانونية من تشكيل الحكومة يعني إذا لم يتمكن المكلف من الكتلة الأكبر خلال شهر يكلف الشخص الثاني من الكتلة الثانية الفائزة ولكن لدينا الآن قصة أخرى وهي لأول مرة يجري الحديث عن أغلبية وطنية لا توافقية مقابل هناك من يريد التوافقية هذا طبعا ستدخلنا في إشكالية جديدة يعني السيد مقتدى الصادر أعطى الإطار مهلة ٤٥ يوم خلال لقاءه مع الإطار في بيت السيد العامري لتشكيل الحكومة ويذهب هو للمعارضة لماذا الإطار لم يستطيع يعني هل يستطيع الآن الإطار أن يشكل الحكومة ويذهب السيد الصادر إلى المعارضة يعني يعطى أيضا فرصة يعني الكلام الذي ذكره أستاذ بها العراجي السيد الصادر أبدأ استعدادة لكن متى؟ أبدأ استعدادة بعد أن يتم المصادق على النتائج حق الجلسة الأولى هو مستعد للتفاهم هذا معناه لكن الآن ليس بمستطيع أحد أن يشكل الحكومة لا ٤٥ يوم ولا أكثر والأقل لأنه نحن الآن جميعا ننتظر المصادقة بعد المصادقة يجري الحراك عاد هنا راح يكون هذا الحراك عبر أغلبية وطنية أو عبر توافقية مقابل إذا لم تكن توافقية إذا أغلبية معناها أكون معارضة هذه القصص كلها سيبدأ التفاهم حولها بعد إعلان المصادقة ولكن الآن كل الحراك الذي يجري بين كل الكتلة السياسية هو من أجل يعني من أجل تحديد الموقف من يريد التوافقية يذهب يقدم تنازلات يحاول يقنى الأطراف لكي تتوافق معه ومن يريد الأغلبية يعمل نفس الشيء طيب برأيك من الأقرب إلى الحكومة سيد حمزة يعني هناك الآن الحديث كان الحديث عن توافقية وأغلبية الآن ائتلافية يعني ماذا تتضمن هذه الحكومة الائتلافية أو يعني كيف تتشكل لا إحنا ما عندنا ائتلافية لأن الائتلافية في الديمقراطيات الناضجة وهي تتشكل حكومة عبر هذا المصطلح من أحزاب سياسية إحنا ما وصلنا إلى هذا لأن الحديثنا الآن عن أغلبية وطنية أو أغلبية إذا قلنا أغلبية سياسية ندخل في الاتلافية صحيح لكن الآن الحديث يجب عن أغلبية وطنية بمعنى أن هذه الأغلبية الوطنية يجب أن تمثل فيها المكونات ولكن ليس بداعي تمثيل المكون وإنما حزب سياسي من المكون إذا كان شيعي كردي سني ترطماني مسيحي غيره ممكن أن يشكل الحكومة مقابل كتلة معارضة ولدينا الآن أرضية للكتلة معارضة لدينا حوالي أربعين أو خمسين نائب بين مستقل وبين يقول أنه سوف لن يشارك في الحكومة بمعنى أحنا الآن لأول مرة بعد هذه الانتخابات بعد هذه الدورة الخامسة نحن لدينا أول نواة لمعارضة ممكن أن تكون معارضة حقيقية لذلك الآن الجو يسمح إلى حد كبير هذه المعارضة التي تتحدث عنها من ضمن الإطار كان لي لقاءات مع قيادين في تيار الحكمة قالوا أن لديهم تقريباً مئة نائب سيكونون من ضمن المعارضة المعارضة التي تحدثت عنها ستكون من ضمن الإطار أم من ضمن الحكمة أولاً أكو الأحزاب الآن اللي هي ليست من الأحزاب التقليدية اللي قانون الانتخابات الحالي اللي يقوم على تصويت الفردي والفوزبي على الأصوات أتاح للكتل المستقلة لنسميهم مسميات عندنا امتداد شراقة كانون الجيل الجديد الكردي عندنا المستقلون أو تحالف العراق المستقلة اللي تكون من الآن من 12 نائب يعني ممكن يصيرون أربعين أو أكثر من أربعين نائب تقريباً هؤلاء الآن بعضهم أعلن صراحة أنه سيكون معارضة والبعض الآخر قد يشارك في الحكومة ولكن بصفة مستقل إذا تشكلت هذه المعارضة من هؤلاء ومشت الحكومة بالتجاه الأغلبية الآخرون من الإطار التنسيقي أو من الكتلة الصدرية أو حتى من الحزاب السنية أو الكردية ممكن أن يذهبوا إلى المعارضة إذا لم يقتنعوا ببرنامج حكومة الأغلبية السياسية أما إذا مشت الأمور على التوافقية سيشترك الجميع معدى الكتل المعارضة التي أعلنت أنها ستكون معارضة التي هي ابتداد وإشرقة كانون وجيل الجديد البقية سيشاركون سيركمون السفينة جميعا وكل واحد يحصل له على مقعد مقعد على وزارة أو وزارتين أو ربما أقل من وزارة أو أكثر حسب استحقاق الانتكابي وذلك ما سونا شيء مثل ما حصل بالدورات الأربع الماضية نعم المحلل السياسي حمزة مصطفى كنت معنا وعلى الهوائي مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا